قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية من سقوط نظام بن علي في تونس إلى تنحي مبارك في مصر بادت جيش في كلتا الدولتين منحازا إلى الخيار الشعبي متوائما مع الحراك والمطالب الديمقراطية فآت التغيير وبدت أحلامه لدى الشعوب العربية الأخرى قضأت حطقاب قوسيني أو أدنى من التحقق توسع الاحتجاجات في سوريا وليبيا واليمن وانتشار مظاهر العنف تجاه المتظاهرين أظهر اختلافا واضحا بين تركيبة الجيوش العربية ودورها في الأزمات الداخلية علاقتها بهرمية السلطة تلك الهرمية التي خرجت أصلا من رحم المؤسسة العسكرية ذات يوم في معظم تلك الدول الموجة الجديدة من الربيع العربي في السودان والجزائر وسواها أتت متوافقة مع واقع مصر وتونس خاصة في السودان أت داعيات الحراك الشعبي ثم الانقلاب العسكري على الشرعية على غرار مصر بعد الاستحواذ على السلطة واحتواء غضب الشارع بتغيير رأس النظام وعقد تفاهمات مع أحزاب سياسية تقليدية تمت إزاحتها من المشهد السياسي بعد انتهاء توظيفها اندباط المؤسسة العسكرية في تلك الدول علاقات جنرالاتها الداخلية والخارجية وهيمنتها على الحياة السياسية والاجتماعية جعل لها واقعا في السلطة إضافة إلى غياب النشاط السياسي وترحل أحزاب المعارضة وتشتتها أصد غياب الحياة الديمقراطية التي لم تعرفها شعوب المنطقة منذ استقلالها أما على الصعيد السوري فما يزال النظام وبعد عشر سنوات على الثورة متمسكا بسلطته على الدولة والمجتمع بقوة السلاح والميليشيات وجر البلاد إلى خرابها من دون تحرك بسيط داخل المؤسسة العسكرية لأدنى محاولة تغيير فالعقائدية في جيشه رسمت على مبدأ الأسد أو نحرق البلد تحكم تحت الخلال المحاول لفتح لدمينة